اشتركوا في القناة اشتركوا في القاسم وكنت منهم لا تكون زعمات القرية يعني في الدراسة لا تريد ان نبقى ونقرروا عن البعد تجربة التناوب لعن البعد تجربة مزيانة من واحد ناحية وخيبة من واحد ناحية آخر يعني كي قد يكون عندك سوية ناقصين يعني ما تكون استفادة بزاف يعني ومن الأحسن تكون تعليم حضوري لأنه ينزم منها دي استفادة ويعني وكتكون في جوزوين بالنسبة ليوم شونا واحد دخول مدرسة متميز كنحترمو فيه البروتوكول الصحي والحمد لله وصلت لمدرسة دينا 30% من الملاقحين وكتسهر على عمليات تلقيح اللي توصل ان شاء الله 100% نحن مسرورون بهذا الحماس اللي لاحظنا هات الصبح وكذلك مسرورون بهذا يعني بتمثل التلاميذ ومختلف الفاعلين الطلبويين للتدابير الصحية والاحترازية فلاحظنا على أنه كان التزام صارم ببروتوكول الصحي والذي يشجع على الدراسة الحضورية وعلى استفادة من التعلومات بشكل مباشر مع السادة الأساتدة ويتزامن هذا بطبيعة الحال مع الرفع التدريجي لمختلف هذه الإجراءات يعني الاحترازية لكالطبقات السلطات العمومية اليوم قد نقول بأنه بفضل تضافر جهود الجامع السلطات العمومية السلطات الصحية وزارة الطلبة الوطنية تضافر هذه الجهود مكن من تأمين الفضاء المدرسي ومكن من تأمين المدرسة كمؤسسة اجتماعية لماذا؟ لأنه يتعلق الأمر في المغرب كله بحوالي 11 مليون تلميذ وطالب تلت سكان المغرب هم معنيين بهذا الدخول المدرسي اللي هو اليوم تنعتزو به لأنه دخول حضوري ليس عن بعد وبطبعة الحال أكيد على أن الإجراءات التربوي المتخداء وكذلك مختلف تدابير التي تم إقرارها ستمكن إن شاء الله بلدنا من خروج من هذه الأزمة بالنسبة الجهة تجاوز نسبة التلميذ الملقاحين 65% واليوم نقدر نقول بأنه سنتجاوز 70% ولهذا نقدر نقول بأنه قد نغير خطوة أخيرة وإن شاء الله سنصل الرقم المطلوب الذي هو حوالي 100% نحس بالفعل بفرحة التلميذ وعودة كذلك الأساسي دول الزملاء لبداية موسم دراسي جديد إن شاء الله فقد أثبتت التجربة بأن التعليم أحسن طريقة لتعليم هي الحضور هناك يعني تعليم عن بعد تعليم يعني متعب ولا يعطيك ما يعني لا تحصل على أهداف التي تتوخها حتى وإذا قمت بعامل مضاعف ولو عشر مرات العلم يبقى مع الكراسة ومع الأستاذ ومع الصبورة ووجها لوجه لأنه يكون هناك دائما تواصل بين التلميذ وبين الأستاذ تعرفوا هل فهم أم لم يفهم من خلال نظرة وجهه يعني تعطيك واحد نظرة واحد الفكرة استباقية عن هل فهم أم لا وفي القسم مباشرة إذا لم يفهم تعيد له المرة الثانية والثانية بطريقة أخرى مختلفة والحمد لله حتى نصل إلى الغرض ترجمة نانسي قنقر